اشتركوا في القناة مناطق شمال شرقي قليم تونس الكبرى جيت الوطن قبلي وزغوان الكمية لم تتعدى 3 مليمترات وامطار محلية ببوفيشة من ولاية سوسة سجننا 3 مليمترات اليوم كنا معنيين بارتفاع نسبي في درجات الحرارة حرارة قصوى التي تروحت من بين 12 إلى 17 درجة باغلب مناطق البلاد سجننا سعودها المستوى 15 بتونس العاصمة وكانت تقريبا في حدود لحدش بالمرتفعات الغربية وميزات وضعية الجوية نشوفهم كعادة من خلال تسلسل لصور القمارة الاصطناعي السماء اليوم كانت مغشيات بصحب عبر بأغلب مناطق البلاد والتي كانت أحيانا كثيفة بالشمال رفقتها أمتار متفارقة مع تساقطة البرد بأماكن محدودة ولين توقعوه خلال الليلة هو تواصل تعمق صحب المطرة محليا بمناطق الجنوب واتباعا لذلك نحكي وعلى نزول الأمتار متفارقة مواقع ترادية بالشمال ومحليا بالوسط وممكن تسجيل كمية تسبيا طيبة بمناطق أقصى الشمال مع تساقطة البرد بأماكن محدودة الشدة تريح تبقى متواصلة بالمناطق السحلية سرعة القصوى في مستوى 60 كم في الساعة وفيما خصد درجات حرارة ليلا فنتوقعوا بشكون من درجة إلى 4 درجات بالمرتفعات ومن المتوقع تسجيل أرقام من 6 ل 11 درجة ببقية مناطق البلاد يوم الغد ان شاء الله نتوقع ظهور ذباب محلي صباحا خاصة بالمخافضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والأودية وبعد ذلك بشنكونوا معنيين بفترات صحة وتدخل لها صحب من النوع المرتفع وأيضا تواصل درجات حرارة في نفس النساقة التساعد الحرارة القصوى يوم الغد تكون في مستوى 16 بتونس الكبرى 16 أيضا بنابل 15 بقليبيا بزغوان وبأقصى شمال ببنزارت بمناطق الشمال الغربي تصل حرارة القصوى إلى مستوى 14 بباجة 15 بتبرقة 14 بجندوبة وبسليانة 20 بالقيروان بجية الساحل بسوسة بالمنستير وبالمهدية تقريبا الحرارة القصوى تكون في مستوى 19 درجة 18 بقرقنا وبسفاقس بسيدي بوزيد 18 16 بالقسرين بمناطق الجنوب الغربي تصل حرارة القصوى المستوى 16 بقفسان توقع تزيل 18 بتوزر 19 بكبلي 18 بقبس وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربة تصل حرارة القصوى إلى مستوى 19 20 بمدنين 19 بتطوين 20 برمادة بالنسبةى الملحة والصيد البحري بسوحنة شمالية ممتقتين سيرات وخليش تونس تكون في غلبها من القطاع الغربي سرعة من 30 عفوا إلى 30 عقدة البحري يكون شديد الاثتراب بمنطقة سيرات وشديد الاثتراب مضترب بخليش تونس بالنسبة لخليش حمامات واجية الساحل ريح في أغلبها من القطاع الجنوب سرعة من 15 إلى 20 عقدة تصل مؤقتا إلى 25 البحر يكون مضترب بمنطقة تشاب ريح جنوبية إلى جنوبية غربية سرعة من 15 إلى 20 عقدة وتصل مؤقتا إلى مستوى 25 البحر يكون قليل الاتراب مضترب وبالنسبة لخليج جابس فريح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية سرعة من 15 إلى 20 عقدة والبحر قليل الاتراب مضترب كنا عدا نمدكم فكرة حول حالة تقص ببعض المدن والعواسم الأجنبية نوكسوة 32 درجة بعد سحب بالمغرب الأقصى سحب كثيفة بالجزائر ستاش عشرين بيدرابلوس مع ظهور سحب عبر 37 درجة بالخرطوم سماء عامة قليلة سحب أجواء صافية بالقهرة 28 بالمدينة منورة 31 بمكة المكرمة 26 بالدوحة 29 بأبوذبي سماء صافية بمسقط بالكويت وببغداد 19 درجة 14 بدمشق 17 ببيروت 14 بالقدس الشريف بإسطنبول 14 درجة مع نزول الأمتار وبأوروبا توقع تقص ممتر بروم 11 درجة درجة بفينا 3 ببرلين درجة وحيدة ببروكسل أربع بجناب درجة ببريز مع تساقطة الثلوش 13 بمرسيليا وبمدريد 16 درجة بلشبونة مع نزول الأمتار تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة ما زالنا معنين بأجواء مغيمة جزئيا بأغلب مناطق البلاد يوم الجمعة ريح تكون في أغلبها جنوبية غربية قوية قرب سواحل وبالجنوب مصحوبة بدوير رملية محلية ومعتدلة ببقية مناطق البلاد البحر يكون مضترب إلى شديد الاثراب بالشمال وتوصل درجات حرارة في ارتفاع القصوى من المتوقع بسكون من بين 16 إلى 20 درجة بالشمال وبالوسط وأعلى بمناطق الجنوب تقريبا ب19 إلى 25 درجة مجموعة من التغييرات إن شاء الله باش نعيشوها بداية من مساء يوم السبن تتوقع ظهور صحوب عبرة بأغلب الجهات والتي تتكاثف تدريجيا بعد ظهر بالشمال وبالوسط تكون مرفوقة بنزول الأمتار وثلوج ليلا بالمرتفعات الغربية للبلاد تبقى ممكنة فيما يخص الجنب الحركة ريح تكون من قطاع الجنوب ثم تتجه من قطاع الغربي بعد ظهر قوية قرب سواحل ومعتدلة فقوية نسبيا داخل البلاد البحر يكون شديد الاثراب بكافة المجرات البحرية ومعنين بتراجع درجات الحرارة خاصة في فترة ما بعد ظهر بالشمال وبالوسط موعد الشروق والغروب اليوم الغد شروق شمس بإذن الله يكون في الساعة السابعة واثنين وعشرين دقيقة غروبه في الساعة الخامسة واربع واربعين دقيقة لمزيد من المعلومات والارشادات الذكركم بقنوات التصال خاصة بالمعهد الوطني للرسل الجوي موقع الوابتر ودولي في بوميتيو بوانتين تنجمو تبعثوا ارساليات قصيرة على رقم خمس وثمانين مئة وخمس وثمانين ولتصلوا برقم الموزع الصوتي ثمانية وثمانين أربعين أربع أسفار وتنجمو تتفعلوا معنا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد كل عادة قبل من ودعوكم أن ندوكم بموعيد الصلاة اليوم الغد سالة صبح بداية من خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة ظهر من تصف النهار وأربعون دقيقة العسر في الساعة الثالثة ووحدة وعشرين دقيقة سالة المغرب في الساعة الخامسة وستة واربعين دقيقة وصلاة العيشة بإذن الله في الساعة السابعة وثلاثة دقيقة شكرا على حسن متابعة الاهتمام إلى اللقاء